السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسعة وتسعون وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر ذكر سهل وبسيط لن يأخذ منك أكثر من ثلاث دقائق ولكنه يغفر ذنوبك وإن كانت مثل زبد البحر يعني مثل الرغوة البيضاء على أسطح البحار وما أكثر ذنوبنا وخضايانا والسنة في التسبيح هو أن يكون باليدين لما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده فالتسبيح بيدك أفضل لأن أناملك ستشهد لك بذلك يوم القيامة يقول سبحانه وتعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وإيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون فعود نفسك بعد كل صلاة مفروضة أن تسبح الله سبحانه وتعالى ثلاثا وثلاثين وتحمد الله ثلاثا وثلاثين وتكبر الله سبحانه وتعالى ثلاثا وثلاثين وتقول تماما مئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمده على كل شيء قدير شارك هذا المقطع مع غيرك ليستفيد فالداله على الخير كفاعله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته